دكتور أحمد البليدي أستاذ طب الأففال كلية طب الأصر العين بنتسئل كتير على التحاليل ودقدر نعملها لو أنا شكيت في الكورونا أو لا الحقيقة مش هتقدر تعمل في تحاليل بتشقص آه نسبة الحساسية بتاعتها أو السينستيفيتي بتاعتها عالية إلى حد كبير آه المعروف الPCR اللي ده بناخد مساحات معينة من الأنف والبلعوم زي الكوتنبادز كده هو بتدخل بطريقة معينة بتعمل مسحة أحيانا بتتاخد من الفم أيضا وبيدوروا فيها على المادة الجينية أو الRNA بتاعت الفيروس ودي بتطلع فيه خلال ساعات قليلة التحليل ده للأسف مش هيبقى موجود لكل الناس على مستوى العالمية ما فيش دولة قدرت تعمل لكل الناس اللي بيشتكوا ومال ده بيتعمل لمين؟ بيتعمل للي حالتهم متدهورة وعايزين نتأكد أنه وده على الأقل لحد الوقت في مصر مين اللي بيعملوا؟ المعامل المركزي ما فيش حتة تانية الهزارة منعة إن المعامل الخاصة تعملوا لأسباب كتيرة ليس هذا مجالها لكن إنه هو لازم العينة تتاخد بطريقة صحيحة ولازم تتبعت بسرعة ولازم تطلع النتيجة بسرعة عشان هيتاخد بناء على بتحليل قرار ده هيروح العزل لا مش هيتعزل ده هيتعزل في ريتروم لا جوه مستشفى لا جوه العزل الخاص بالكورونا فيه تحليل تانية بتتعمل من الدم ما بتقس الانتيباضيز ما بتقس كميات هي بتشوفها يا موجودة يا مش موجودة ودي نتيجتها بتطلع في ساعتها ده اللي بيتعمل أحيانا في بعض المطارات وكده اللي بياخده نقطة دم زي تحليل السكر وبتتحط بطريقة معينة وبتطلع في خلال دقائق وده بيقول إنه هل تعرضت الفيروس الكورونا ولا لا ما بيقولش انت عيان بالكورونا ولا يعني هذه التحليل ما بتقولش على فكه انت عيان ولا لا هي بتقول الفيروس موجود ولا لا وممكن تكون لأن في بعض حالات زي ما قلنا بسيطة فممكن يكون جواك الفيروس وانت بتعرفش حاجة خالص وظيفة هذه التحليل بيتحدد عليها مصير الشخص بقى لما يطلع بوزيتف هيروح فين لكن ما بنقولش لحد لو انت طلعت بوزيتف خد العلاج الفلان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر